استقبل مطار العريش الدولي 153 طائرة مساعدة بحمولة إجمالية تصل إلى 3786 طن من 30 دولة واجهة أممية وأكد رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال إسيناء وصول ثماني طائرات تحمل 247 طن من المواد الغثية الطبية والغزائية والأخرى ومنها طائرة من قطر وطائرتان من السعودية وثلاث طائرات من الكويت وطائرة من الإمارات وطائرة من الهند